أنا عايز أوريك قد إيه التفاعلات الكيموائية دي صعبة هبصتها على قد مقدر هنشوف في السلايد القادم شكل حاجة اسمها الأمينو أسيدس أو الأحماض الأمينية الأحماض الأمينية دي دي وحدة البناء اللي بتكون منها البروتينات وحاجات تاني كتير قوي موجودة على الشاشة دلوقتي آه فعلى الشاشة قدامنا بنشوف أن الأحماض الأمينية دي معقدة جدا في تركبها الأحماض الأمينية دي لازم ترص نفسها مظبوط قوي عشان تعمل البروتينات لو حمض أميني جاء ما كان واحد تاني البروتينات دي ما يشتغلش فمثلا الهيموجلوبين اللي في جسمنا عبارنا عن حكتين هيم وجلوبين الهيم اللي هو الحديد والجلوبين دي البروتينات البروتينات دي حوالي 540 حمض أميني ده خيل بقى 540 حمض أميني يتكونوا بالصدفة ويرتبوا نفسهم بالصدفة عشان يبتدي يشتغل مستحيل ده لازم يكون لها مصمم ده لازم يكون لها صانع مستحيل أنها تحصل كده عايز أعقد لك الموضوع شوي فهنشوف السلايد اللي بعد كده فهنلاقي أن الأحماض الأمينية دي عشان تكون حاجة زي الإنسولين اللي على الشاشة قدامنا دي ده شكل الإنسولين اللي في جسمنا والإنسولين ده إحنا محتاجينه عشان يحرق السكر عشان يدينا طاقة ده مكون من حكتين الجزء الأسود ده هو بيورينا الأحماض الأمينية والجزء الفاتح شوية ده اسمه سي بيبتايد مش مهم التفصيلات قوي دولة حوالي 100 حمضة أميني هل تفتكر أنه ممكن يتبوا نفسهم صحة كده بالصدفة من أول مرة عشان يشتغل مولا ما اشتغلش مش هيتحرق السكر مش هيتطلع الطاقة فده كله ما يحصلش بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة ده لازم يحصل بخالق عنده زكاء وقدرة فائقة ولازم نشكره الله الخالق عايز نشوف السلايد اللي بعد كده عشان أوريك الأمور إزاي بممكن صعبة الأحماض الأمينية دي طالعوا أنهم شمال ويمين اسمهم ليفو ديكسترو زي الإيدين بتاعتنا كده زي بعضيهم بس هم شمال ويمين تمام لو إحنا الأحماض الأمينية اللي بتمشي في جسمنا بتشتغل أغلبها اللي هي الشمال لو جاء واحد يمين مكان شمال الدنيا تقف شوف قد إيه التعقيد هل ده ممكن سوى شو الرسالة بك يتوصلها يعني بعد كل هاي المعلمات الرسالة إنه تعقيد الحياة لا يمكن أن ينشأ بالصدفة وفي مذهب الإلحاد أو المذهب الدنيوي اللي بيرفض وجود الله كل اللي بيقولوا إنه عندي الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة موسيقى 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 موسيقى